قمة التناقضات في خطاباتها تدعو للوحدة وهي من انشقت عن الصف فمن 57 دولة تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي تم دعوة خمس دول فقط اعتذرت عنها اثنتان وبقي اثنتان ثالثهما شيطان في سطور الجلسة دعوة للسلام وللانسانية وعلى احدى كراسيها ممثل دولة قتلت وهجرت خلال عشر سنوات اكثر من 15 مليون انسان وزرعت مئات الميليشيات لتهدم الدول التي اجتمعوا بين قوسين لدعمها يدعونا ان القضية الفلسطينية قضية الامة بحثنا في كراسات من في القمة لم نجد لفلسطين سوى المزايدة كالعادة على تلك القضية التي يأتون بها ما تحتاج لغطاء عن جرائمهم كما تم في قمة التناقضات طرح فكرة صندوق لدعم المسلمين وفي الاصل هناك البنك الاسلامي تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي ان كنتم لا تكذبون هذه المرة فدعموا البنك ثم لماذا في هذا التوقيت ام الوضع الاقتصادي في ايران منهار وكي تهربوا من عقوبات دعم عصابة طهران تم اقتراح ذلك الصندوق كغطاء لدعم العصابة دعم المجرمين في العالم وزرع الميليشيات وتجنيد الاطفال وقتل النساء والشيب والشباب ليس من الانسانية في شيء الا ان كان هناك تعريف للانسانية لم يرد في المعاجم اللغوية اتريدون ان تخدموا الامة فعلا بعيدا عن الترهات هي لا تريد منكم خيرا كف شر ايديكم عنها اكبر خدمة تقدمها لهذه الامة لقناة الاخبارية عبدالله الهاجري موسيقى